تايلاند تايلاند كأرادوا أن يستكشفوا كهفاً دخلوا لهذا كالكهف واسمه وقع الفيضانات وكذا غمرتهم المياه من كل جهة ها شو وقع وقع لالارت في العالم ما معنى لالارت؟ حالة استنفار في العالم حالة الطوارئ في العالم مع واحد المدرب كل العالم أبدأ عزمه على أن يتدخل وأن يقدم المساعدة بما يستطيع كنش العالة اللي يجيب الأكسيجين التيار الخباراء من الشرق ومن الغرب والناس تبع فيهم وهم بنتي لوليدات وهذا شيء جميل هذا حس إنساني احنا عندنا رب يقول من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وإنقاذ الإنسان وإنقاذ النفس هي مقصد من مقاصد الدين فليس بعد إنقاذ النفسي من عمل يعني هل شيء عمل عظيم عبد الله تبالك من زيان لكن فين كي يتدفوه هذا الشيء اللي كيدره ولا فين فين كي يتدفوه هذا عمل من زيان ولا ماشي من زيان انتعاونوا فيه ولا ما انتعاونوا فيه انتعاونوا فيه تعاونوا على البرك ولكن فين كي يتدفوه فين كي لماذا تبدون هذا الاهتمام العالمي كله باثناش الواحد وحق لكم أن تفعلوا ذلك لأن النفس البشرية واحدة لماذا لا تبدون شيئا من ذلك واحد من من يار من ذلك لما يقع لإخواننا في غزة المحاصرين 11 سنة 12 سنة ما يدخلهم لطعام لوا لماذا لم تفعلوا ذلك مع المسلمين في مضايا كانوا يأكلون الكلاب من فعل حصار لماذا لم يفعلوا ما وقع لإخواننا المسلمين المحاصرين في الفلوجة والذين حصروا في كل المدن السنية في الشمال حتى أبيد أهل السنة عن بكرة أبيه لم يتحرك لهم أحد لم يتحدث عنهم أحد لماذا لم يتحركوا الإخواننا في برمانيا يقتلون من قبل عباد البكر والهندوس والبوذيون والعالم يتفرج لم يتحركوا لهم وهم يحرقون أحياء يحرقون يحرقون وما عندهم لا ذنبوا له ذنبهم أنهم قالوا ربنا الله إخواننا في سوريا يقذفون بالبراميل المتفجرة ميتين ألف في حوران على حدود الجولان أبرد أبرد جبهة لماذا تتوالوا كانت تحت وصاية الأردن والآن يتضرب وعمرهم رفعت السلاح ولم يتحرك أحد لنجدت ميتين ألف من النساء والرجال ما قبلهم حتى يدخلوا للحدود الأردنية وتقدم لهم الإسعافات علاش علاش المسلمين تعفريقيا الوسطى يشوون في أعواد الشواء ويذبحون ويلقون في الأرض لأننا مسلمين إخواننا في الشيشان ما فعلوا في قروزني وما فعلوا في تلك المناطق من إحراق الناس وتدميرهم لم يتحدث عن أحد إخواننا في كشمير في سيرلانكا في كل الدنيا لأنك أنت مسلم ما بغيش تفهم الرسالة ما بغيش قاعد تفهم الرسالة أنت 12 من الدين اللي بغوا يدينوا به بغوا يكونوا الشيعة ولا شيوعية ولا ملحدون ولا بوذين العالم قاعد يدخل بصحي لكنت سني مسلم سني إذا نشوف لأنكم مسلمين ولذلك نحنا نحيي العالم حينما يجتمع من أجل إنقاذ هؤلاء هذه النفوس البريئة التي سقط في هذا الورطة ولكن في نفس الوقت نقول تكيلون بألف مكيال يا ليتكم تفعلون مع الضحايا المسلمين بواسطة الحصار وكل هذا العذاب الذي ينزل بهم هذا الشيء اللي عندنا ما نقوله هذا الشيء اللي عندنا ما نقوله